السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير معي النهاردة خبر مؤسف جدا عن اليوتيوبر خالد مقداد وحقيقة مرضه وانهيار ابنته الوحيدة جنة وتفاصيل كديدة عن مرضه واخر تطورات الحالة الصحية على لسان ابنه الوليد هنشوف كل التفاصيل بس الاول صلوا معي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وندعيله بالشفاء كده بالمعتصم بالله مقداد ابن اليوتيوبر خالد مقداد على صفحته اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي انت الشافي لاش شفاءا لا يغادر سقما اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك وان يمدك بالصحة والعافية يا والتي يا حبيبي كمان خالد مقداد اللي معرفوش هو مؤسس ومدير قنوات طيور الجنة وكمان ليه كذا قناة على اليوتيوب باسماء ولاده واولاده هم ابطال طيور الجنة طبعا كل حضراتكم عارفينهم حقيقة مرضه بقى في ناس كتير قالت ان هو مصاف فعلا بكورونا وحالته تدهورت جدا ولكن ابنه الوليد طلع وقال والدي عنده ضيق في التنفس واشتباه بسيط في كورونا وليس كورونا ولكنه محتاج للمستشفى منذ ساعات بسيطة انهارت ابنته جنة ونزلت على صفحتها وقالت ارجوكم ادعوا لبابا لانه حالته تعبانة جدا وحالته خطيرة جدا كمان الوليد الوليد مقداد نزل صورة والده طالب الناس ارجوكم بالدعاء لوالدي لانه الحالة بدأت تتأخر في اخبار تدولت كمان انه عنده للاسف سرطان ربنا يعافينا جميعا ولكن هذه الاقاويل لم تثبت صحتها حتى الان لان ابنه طلع وقال انا والدي عنده ضيق في التنفس هو ده اللي عشان كده محطوط على جهاز تنفس صناعي وبسبب ذلك انتقل للعناية المركزة الكلام ده من اول يوم رمضان يا جماعة وهو موجود في المستشفى وحالته متدهورة جدا وكمان زوجته ما طلعتش ولا قالت اي حاجة ولكن في حالة انهيار شديدة جدا من يوم دخول اليوتيوبر خالد مجداد للمستشفى حقيقة مرضه زي ما اعلنها ابنه يا جماعة بلاش نزيد في الكلام ولا نقول حاجة اكتر من الموجودة هو طبعا طالب الناس جميعا بالدعاء ودي كانت اخر صورة نزلها لوالده على صفحته لما طالب بالدعاء لوالده لان حالته متأخرة جدا وناشد الناس ارجوكم ادعو الوالد طبعا خالد مجداد زي ما قلت لحضراتكم هو مؤسس وصاحب قنوات طيور الجنة وابناؤهم ابطال طيور الجنة منذ الصغر يعني هو عنده خمس ابناء خمس اولاد وبنته وحيدة اسمها جنة في حالة انهيار شديد جدا منذ دخول والدها للمستشفى وكمان والدهم طالب منهم ان هما يكملوا الكليب اللي كانوا بيعملوه كانوا بيصوروا اغنية وده على لسان ابنه قال وليد مجداد اللي قال احنا كنا رفضين نصور خالص باقي مشاهد الاغنية ولكن والدي طالبنا ان هو لازم الاغنية تكمل لانها اغنية دينية وكمان اغنية هتبقى علشان شهر رمضان المبارك واحنا عارفين ان هو من اول يوم في رمضان وهو ملزم في الملتزم في المستشفى ما خرجش منها خالص علشان كده ان شاء الله الاغنية بتاعتهم هتنزل خلال الاسبوع اللي جاي لحد ما يطمنوا باذن الله على صحة والدهم من هنا طبعا بنطلب ليه الدعاء ونطلب من حضراتكم طبعا تدعولوا لعل دعاءنا يغير الاقدار ان شاء الله ويكون في دعوة من حضراتكم اقرب الى الله من حد تاني باشكركم جزيلا خلوا بالكم دايما من زويكم لان بصراحة كورونا الايام دي شرسة جدا وصعبة جدا نصيحتي لحضراتكم ولنفسي انا كمان ان احنا نخلي بالنا جدا الفترة دي لان الموضوع جاي اشرس من الاول وفي وفيات كتيرة جدا ان شاء الله ربنا يخفف عننا البلاء ده بحق الشهر الكريم باذن الله ويرفع عنا مخطوة غضبوا باذن الله شكرا جزيلا لحضراتكم استنوا مني كل جديد كل عام وحضراتكم بخير السلام عليكم